بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين جواهر أبائية من شروحات القديس كيرولوس السكندري لإنجيل لؤة بفكركم القديس كيرولوس بنسمي عمود الدين مدافع عن الإيمان من القرن من نهاية الرابع وأول الخامس بطل الكنيسة في تثبيت الإيمان ده كله قبل أي انشققات وبدع وطوايف ما كانش في حاجة اسمها كده فدي المسيحية اللي عرفوها أجددنا وعبائنا في القرون الخامسة الأولى وطبعا شروحاته دي بتمشي مع شروحات كل القدسين من كل العالم في الأوقات دي في القرن الثالث والرابع والخامس بالذات واضحة جدا أنه هذا هو الفهم السليم للقصد الإلهي من كل الكتب المقدسة وصلنا في كلمات ربنا سعف لؤة 11 ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير نقول أن الرب لم يريد لتابعيه أن يكونوا مستضعفين أو كسالة في أي طريق بل أنه يستحسهم أن يكونوا شجعانا في كل الأمور الجديرة بالمديح قائلا لهم أدخلوا من الباب الديئ لأنه ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذي يؤدي للحياة الأبدية وقليلون هم الذين يجدونه ينبغي إذن أن يكون لنا غير روحية دائمة وطول أنا وأن يكون لنا فكر ثابت لا يتزعزع في الملمات مهما كانت يعني لما تيجي علينا ألام تيجي ضيقات هو إيه الجديد ما هو ربنا قال ما أضيق الباب المؤدي للحياة الأبدية وربنا عاوز عياله جدعان نشفين مستعدين يتحملوا كل شيء من أجل السماء من أجل الحياة الأبدية لأنه هو اكتاز طريق الألام والصليب وعاوزنا أن يمشي وراء يحمل صليبه كل يوم ويدبعني فإن لا تدخلنا في تجربة تحطوا قدامنا حقيقة أن حياتنا ليس ستبقى سهل وأننا لازم نعدي من الباب الديئ ومن الطريق الكرب في كرب في الحياة حتى لو كنا بنقوله لا تدخلنا في تجربة الأهم معناها نجينا من الشري ينبغي لنا إذن أن يكون لنا فكر ثابت لا يتزعزع في الضيقات مثلما كان للمغبوط بولس عندما قال من سيفصلني عن محبة المسيحة شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف فروميا 8 حتى إذا ما تسلحنا بهذه النية يعني عندنا استعداد للتعب وعندنا استعداد للتجارب وللآلام وبلغنا لهذه الدرجة من الشجاعة ينبغي علينا أن نفكر بالتضاع في أنفسنا ونكون مساكين بالروح يعني ما يبقاش الواحد شايف روحه بقى نأد التجارب وأد الشيطان لا لا خليك مسكين بالروح ولا نتصور دائما أننا سنتغلب على كل التجارب بالضرورة يعني ما يبقاش الواحد يتصور أنه فوق التجارب فوق الضيقات أهلا وسهلا بكل الأوجاع نأده وأدود لا لا خليك مسكين بالروح لأنه يحدث أحيانا أن يداهم عقل الإنسان فزع لا يحتمل ساعات الضيقة ييجي معاها وجع قلب أو خوف فوق طقتك حتى لو أنت إنسان بتعربانه ينزل به إلى خوف صاحق كما يفعل الشيطان المبغض لكل خير يعني ما تستسهلوش كلمة تجربة خديس كيرولوس بيقول لنا لازم نقول لا تدخلنا في تجربة لأن فيه امتحانات صعبة فيبقى الإنسان كمسكين بالروح بيقول له رب أنا مش أقدي الحاجات الكبيرة خليك جنبي خليك معايا أنا مش بهرب من الباب الديأ ولا طريق الكر بس خليك معايا ضد الشيطان لحسنة تجربة تبقى فوق طقتي وإن عم في التجربة قد يهز أحيانا عقل أشد الناس شجاعة يبقى إنسان شجاع وإيمانه قوي ممكن يتهز في التجربة مثلما تفعل لطماط الأمواج العنيفة التي لا تطاق تحطم أمتن السفن بناءا وأكبرها حجما ساعات موجة تخبط في السفينة وقول لك لا دي سفينة موزونة وكبيرة مثلما الموجة يعني قوي والبحر يهيج قوي حتى السفينة اللي ايه يعني بتتهز جامد وبيبقوا برضو خايفين هكذا فإن العدد الكسيف من القزائف التي ترشقها أيدي العدو الشيطان بقى لما يركز ويخبط جامد طبعا بسمح من الله من شأنها أن تجعل أشد الجنود بسالة يولي الأطبار يعني ايه العساكر لما تلاقي الضرب زاد قوي بتهرب إذ لا ينبغي لأحد أن يصق في نفسه بزيادة وغرضه من الكلام هنا ايه في ناس هتقول لك طبعا ربنا قال في تجارب أهلا وسهلا ليه نقوله لا تدخلنا في تجربة ما احنا الدهب لا يا حبيبي عبر عن ضعفك وعن المسكنة بالروح يا رب لا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير لو سامح ربنا بتجربة يبقى أنت تتحامى في ربنا ويبقى ربنا ايه يعطي مع التجربة المنفذ ولا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون لكن لسان حالك بيقول ايه يا رب أنا أصغر من التجربة فلا تدخلنا في تجربة بالحرية يجب أن نعرف ضعف ذهننا يبقى خلينا عارفين ضعفتنا خلينا شايفين أنا رب اش أدى حاجات كبيرة علي وليكن لنا مخافة متزنة لألا نكون مصار سخرية أمام الذين يجربوننا اللي شايف روحه يعني قد أي تجربة ده ساعات يقع وقع ما يقدرش يقوم منها بالسهل بكوننا غير قادرين على تحمل شدة القتال يعني محدش يقدر يتكلم أن الشيطان بقى تحت رجلينا وإحنا غلبناه بالصليب صح يا حبيبي بس ما تعملش يعني أنك انت قوي قوي ويبقى فيها افتخار فيها بر ذاتي فيها نوع من الكبرياء الخفي كأنك انت يعني أقوى من الشيطان لا إحنا ضعفة جدا هي القوة كلها في المسيح والتجارب بتبقى جديدة والشيطان ده مفتري لو لمعونة ربنا يبقى الواحد إيه ما يستحملش زي الأنبان طونيوس لما كان بيقول لهم أنا أصغر من أصغركم أنا أضعف من أصغركم فكانت الكلمة دي معناها بيجري على المسيح فالشيطان يترعب لكن عمر مقام بانطونيوس شاف نفسه قوة ذاتية أنه بكتر النسك ولا الصوم ولا الزهد ولا الصلاة خلاص كده يعني مش محتاج معونا لا يكمل ويقول هناك أنواع أخرى من التجارب يبقى غير التجارب الشيطانية اللي فيها مثلا شكوك وفيها أوجاع وألام وفيها اضطهدات شديدة وفيها خسائر ضخمة هناك أنواع أخرى بجانب هذه يمكننا أن نقول أنها عام على الكل ولكنها تختلف من واحد لآخر يعني التجارب بتعدي على الكل لكنها مختلفة من واحد للتاني فكما يقول واحد من الرسل القديسين لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور هنا بقى هيقصد معنى تاني في كلمة تجربة هي معنى الإغراء أو امتحان الإيمان اللي الشيطان يجي يعرض عليك خطيئة دي اسمها تجربة برضو يبقى مش ضيقة بالمعنى الحرفي بس وألم شديد ممكن يبقى فوق طقتي لا في معنى آخر والاتنين بول ذكرهم يعقوب واحد هو محدش يقع في خطيئة ويقول ربنا جربني لا بص ربنا ما بيجربش بالشرور يعني ربنا مش غلطه يثبت عليك خطيئة لا طبعا إرادة الله قداستنا الشيطان يجي يعرض عليك خطيئة إذا كانت فيك شهوة أنت تجرب وتخدع وتنجذب من شهوتك والشهوة إذا حابلت ثالث خطيئة والخطيئة إذا كاملت تنتج موت فبيقول هنا لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله الله غير مجرب بالشرور يعني ربنا يحط ألم في حياتك لكن ما يحطش خطيئة بأصد في حياتك ده ده فعل إبليس حتى لو بسمح من الله إذن الإرادة الإلهية تعرض علينا آلام بحساب محسوبة من أجل خلصنا ولكن تسمح باختبارات من الشيطان عشان إحنا بقى نجري على ربنا ونقول له رب أنا مش عاوز أغلط لو أنا غلط ما ينفعش ألوم ربنا وأقول له جربتني لا أنا وقعت نفسي في الغلط وهو لا يجرب أحد بالشرور ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع وانجذب من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت ثلاث خطيئة والخطيئة إذا كاملت تنتج موتا إذن يوجد جهات وخطر جسيم قد وضع على كل واحد حتى لا يسقط في الخطيئة وينحرف عن جادة الصواب كأنه بيقول لنا وانتو بتقولوا لا تدخلنا في تجربة يعني حمينا من خداعات الشيطان حمينا من الشهوات اللي بتزحلقنا حمينا من الشكوك والمطامع والأفكار الرديئة لأن دي تجارب برضو بس دي جاي من الشيطان بقى ويتوفي ارتكاب الأعمال الخطيئة إن قوة الشهوات عنيفة جدا ومسيرة لحروب جامة وأهواء شرسة ولذات دنيئة وعديدة ضد ذهن الإنسان فالبعض قد ينغلبون من الشهوات الجسدية وينحرفون إلى أحط أنواع الخلق فأنت بتقول نجينا يا رب من الشريب لا تدخلنا في تجربة يعني ما تحطنيش يا رب في امتحانات في خطيئة صعبة ما تسيبش الشيطاني يتملكني إذن ده معنى الآية يا رب أضعف من كده أضعف من آلام وضيقات يمكن ما احتملهاش وأضعف من شهوات وإغراءات يمكن ما كنش أعرف أقول لها لا فلا تدخلنا في تجربة حط المعنيين القديس كيرولز وآخرون قد ينساقون في حب الربح المادي يعني الطمع شهوة مش سهل للغلبة يعني يا ما نسكوا أي سين اتزحلقوا بقوا يحبوا الدنيا والفلوس والطمع غلبهم فيارب نجينا من الشرير لا تدخلنا في تجربة إلا أن يصيروا فريسة لحب الاكتناز الذي يقودهم أخيرا لأشنع الجرائم يليق بنا حسنا نحن معرضين لمثل هذه الشرور الخطيرة وإن لم نكن قد سقطنا فيها بعد أن نصلي إذن قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأنه جيد للإنسان أن يكون بمنأة عن كل شر أما إن هاجمتك التجربة فكن شجاعا ولا تقبل الهزيمة يعني لو ربنا سمح خليك شجاع ويمسك فربنا ومتقبلش الهزيمة اقمع الجسد والجم العقل واطلب المعونة من الله تحوز الأمان بالقوة الممنوحة لك من الأعال تشدد تقوى لا تكن ضعيفا أو سهل الوقوع في فخاخ العدو كن حذرا كن محبا لله أكثر من حبك لأي لزة أخرى لإلهنا كل مكدو كراما لأكثر ترجمة نانسي قنقر